طيب هنبدأ بقى دلوقتي يقولي هنا سؤال التحليل اللي الواحد بيعملها الشخص مفروض يعملها يعرف صحة عزامو هل فعلا دي ضرورة ولا لأ يعيش نعرف سي بي سي نعرف وظيف كابت كل هل العظم فيه فعلا تحليل اه طبعا فيه تحليل لنسبة الكالسيوم المهمة جدا عشان نعرف وتحليل نسبة فيتامين دا المهمة جدا احنا اكثر من 90% مننا كستات بنعاني بنقص من فيتامين دا فيتامين دا اهميته للعظم ان لما فيتامين دا المفروض من اقل من 20 انا بخليني احسن انه اوصل للتلاتين فمهم ان انا اخد لو انا لقيت ان عندي نقص فيتامين دا لازم اخد سابلمان فيه فيتامين دا لمحال عشان الكالسيوم اللي موجود داخل ألبا مالتي فيت العظم يقدر ينتص فاهم اهم حاجة عشان نعرف نسبة الكالسيوم هو او صحة عظمي من تحليل الكالسيوم وتحليل فيتامين دا المعباط كويس جدا مع طبعا فيه حاجات كتير لازم نعملها زي ما قلت وظيف الكلا والكبد مش بقول كل شهرين مرة في السنة على القلب وظيف كلا وكبد عشان اتأكد من المستوى الحديد عندي وفيه حاجات عندي بيبقى فيها مشاكل ومعنديش اعراض زي الكوليسترول مالوش اعراض الكوليسترول دا صح مالوش اعراض وبيبان في التحليل فعلا وبيبان في التحليل على طول ومالوش اعراض بذات الناس عندها هستري ام اب جد عام خالة وطبعا مع تحليل الدوري للسكر سكر التراكمي دا لازم مرة على الاقل كل 6 شهور عشان اتأكد بذات لو انا عندي هستري من قصة السكر ام اب او اي هستري موجود فكل التحليل دي المفروض نعملها كده يعني نتأكد من سلامة جسمنا وسلامة دمنا وكل حد طب بما انك بقى ذكرتي دا كوليسترول وسكر كده امراض الاصحاب الامراض المزمنة هل يعني بالنسبة لهم امن انهم ياخدوا البا مالتيبيت طبعا البا مالتيبيت امن جدا لاصحاب الامراض المزمنة مفيش اي مشكلة خالص مريض السكر الضغط القلب ياخدوا البا مالتيبيت الجرعة المصرح بيها ارث واحد بس في اليوم لكن برضو لازم ان كل الناس التفرجة لا يتفهم ان هو ما بيعليكش سكر اطلاقا هو ليس معالج هو مكمل غزائي وممكن يحسنني نسبة السكر في الدم لكن مش معنى كده ان انا اوقف ادوية الدكتور المختصة قال لي عليها لازم رقم واحد كعلاج الادوية وبنكمل صحتنا بقلبة مالتيبيت لازم رقم واحد نظر